بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أعزائي الدارسين لمقرر مبادئ المحاسبة واحد نبدأ اليوم في الوحدة الخامسة والتي بعنوان التسويات واستكمال الدورة المحاسبية Adjustments and Completings Accounting Cycle في هذه الوحدة سوف نتناول مقدمة نوضح فيها كيفية قياس نتيجة النشاط ثم بعد ذلك نتناول المصرفات المقدمة والمصرفات المستحقة وكذلك الإرادات المقدمة والإرادات المستحقة والتي يطلق عليها جميعا اسم التسويات الجزء الأول من هذا الفصل هو مقدمة عن كيفية قياس نتيجة النشاط للوحدة خلال فترة زمنية معينة لمعرفة كيفية قياس نتيجة النشاط فإننا نحتاج أن نفهم ما يسمى بمفهوم المقابلة بين الإرادات والمصرفات وكذلك كيف وما هي أسس المقابلة بين الإرادات والمصرفات ثم بعد ذلك نريد معرفة ما يسمى بقيود الإقفال وقيود التسويات بداية الرقم واحد مفهوم المقابلة بين الإرادات والمصرفات هذا المفهوم يستخدم عند تحديد نتيجة النشاط حيث أنه يعني المقابلة matching يعني مقابلة الإرادات بالمصرفات خلال فترة زمنية معينة ويكون سنة مالية إذن الإرادات التي حدثت في منشأة معينة خلال فترة معينة نشأت نتيجة وجود بعض المصرفات أو أن هناك بعض المصرفات التي سهمت في تحقيق هذه الإرادات فلتحديد النتيجة يتم إجراء مقارنة أو مقابلة بين الإرادات والمصرفات ومن خلال ذلك نستطيع تحديد نتيجة النشاط والنتيجة قد تكون ربح إذا كانت الإرادات هي الأكبر وقد تكون خسارة في حالة أن المصرفات هي الأكبر إذن لتحديد نتيجة النشاط في نهاية فترة زمنية معينة يتم إجراء مقارنة أو مقابلة بين الإرادات والمصرفات التي حدثت خلال هذه الفترة كيف تتم هذه المقابلة أسس المقابلة بين الإرادات والمصرفات يوجد أساسين لإجراء المقارنة بين الإرادات والمصرفات هما ألف الأساس النقدي كاش بيسز في ظل هذا الأساس يكون التركيز على المبالغ التي تم تحصلها فقط من الإرادات وكذلك المبالغ التي تم دفعها نقدا فقط من المصرفات إذن التركيز في حالة الإرادات على ما حصل فقط والتركيز في المصرفات على ما دفع فقط إذن نحن لا ننظر إلى المبلغ الذي يخص الفترة التي يتم تحديد النتيجة عنها وإنما ما يهمنا في هذا المجال هو ما حصل نقدا فقط وما دفع نقدا فقط وهذا الأساس يعتبر أساس غير دقيق لأنه لا ينظر إلى ما يخص الفترة فعلا من إرادات أو مصرفات وإنما ينظر على ما تم تحصيله وما تم دفعه فقط ولكن هنا مشكلة لأنه قد يحدث أحيانا أن يتم تحصيل بعض المبالغ أو سداد مبالغ في فترة معينة وهي لا تخص هذه الفترة فمثلا في عام 1432 قد يتم تحصيل بعض الإرادات عن فترة سابقة 31 أو عن فترة اللحقة 33 إذن هي لا تخص الفترة طبقا لهذا الأساس يتم اعتبارها ضمن فترة 1432 لذلك فإن هذا الأساس غير دقيق ويستخدم على نطاق ضيق في مجال المحاسبة ويستخدم أحيانا في بعض مجالات أو بعض أنشطة الخدمات مثل مكاتب المحامة ومكاتب الأطباء حيث يكون هنا التركيز على ما تم تحصيله وما تم دفعه فقط ولا يهتمون بما يخص السنة لكن هذا الأساس يعتبر أساس غير دقيق الأساس الثاني به أساس الاستحقاق أكروال بيسز هذا الأساس هو الأساس الدقيق حيث أنه ينظر إلى ما يخص الفترة بغض النظر عما حصل من إرادات وعما سدد من مدفوعات وبناء لهذا الأساس فإن الإرادات تتمثل في الإرادات التي تخص السنة بغض النظر عما إذا كانت هذه الإرادات حصلت أو لم تحصل وكذلك بالنسبة للمصرفات فإنها تكون هي المصرفات التي تخص السنة بغض النظر عن سداد أو عدم سداد هذه المصرفات فإذا كنا في عام 1422 فإن ما يهمني في هذا العام هو ما يخص العام من إرادات ومصرفات بغض النظر عن تحصلها أو سددها فمن الممكن أن يتم في هذا العام تحصيل بعض الإرادات التي تخص عام 21 أو عام 23 إذن هي لا تخص عام 22 فلا تظهر لدينا عند تحديد النتيجة وإنما ما يهمنا فقط هو ما يخص عام 22 نفس الكلام بالنسبة للمصرفات قد تكون هناك بعض المصرفات التي تدفع خلال عام 22 لكنها تخص العام السابق أو العام التالي هي لا تهمنا في هذه الحالة وإنما ما يهمنا هو ما استحق وما يخص عام 22 فقط هو الذي يتم اعتباره إرادا أو مصرف هذا الأساس يعتبر هو أكثر دقة من الأساس النقدي لذلك فإن هذا الأساس هو المستخدم في مجال المحاسبة أو هو الأكثر استخداما في مجال المحاسبة لأنه هو الأدق ويستخدم في جميع عنواع الوحدات الاقتصادية سواء كانت تجارية أو صناعية أو خدمية بالرغم من أن الأساس النقدي يستخدم على نطاق معين في مجال الخدمات المترجم للقناة